في الشأن الفلسطيني وفي دورته الثامنة والعشرين اختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مباحثاته بجلسة صادر عنها قرارات عدة من أهمها تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب التأكيد على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية التفاصيل في هذا التقرير بعد يومين من مباحثات الدورة الثامنة والعشرين لمنظمة التحرير الفلسطينية اختتم المجلس المركزي الفلسطيني جلسته بقرارات كان أهمها نقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات المواقع في أسدو والقاهرة وواشنطن بمن طوت عليه من التزامات لم تعد قائمة تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام سبعة وستين وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان ومن ضمن القرارات إدانة قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ووقف التنصيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله وضرورة التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار عام 2011 فيما الآراء تتضارب من حيث إمكانية تطبيق هذه القرارات هذه القرارات كما قلت هي ملزمة للجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا بالقريب العاجل من أجل وضع خطة عمل وآليات لتطبيق هذه القرارات ووضعها موضع التطبيق العملي والفعلي على الصعيد الآخر يرى البعض أن العديد من القرارات المتخذة ليست واضحة ليعزى السبب في ذلك للظرف الزمني السريع الذي اتخذت فيه إضافة إلى أن تطبيق هذه القرارات ونجاحها يعتمد أساسا على إتمام المصالحة الفلسطينية كان يمكن لبعض هذه القرارات أن تكون أكثر وضوحا ولكن بالإجمال نحن نعتقد أنه يمكن الاستناد عليها من أجل بلورة الخطوات والاستراتيجيات الضرورية لمواجهة تعديات المرحلة القادمة لا شك أن الشارع كان يتطلع ربما إلى أن تكون بعض هذه القرارات واضحة أكثر هذه الدورة التي جاءت تحت مسمى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين دارت حول فكرة رفض أي اقتراحات أو فترات انتقالية كصفقة القرن لخروجها عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسعيها لفرض حل منقوص لا يلب الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني